بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبناتي الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية يصحبكم المعلم أحمد بن علي الدوسري أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لتلاوة وحفظ صورة أحسنتم صورة الطالق وقبل أن نبدأ وأن نشرع في درسنا الجديد تعودنا أحسنتم أن نستمع أولا إلى تعليمات الدرس ثم إلى آداب الدراسة عن بعد ثم نتعرف على الأهداف العامة والخاصة دعونا الآن أبنائي وبناتي نستمع إلى تعليمات الدرس فنقول نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالبي والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع الآن إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصصي للحصة ثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح الآن دعونا نتعرف على الأهداف الهدف العام هو تلاوة وحفظ صورة الطارق أما الأهداف الخاصة فأولا أن يجتمع الطالب وأن تجتمع الطالبة إلى آيات صورة الطارق ثانيا أن يردد الطالب وأن تردد الطالبة آيات صورة الطالق مع المعلم ثالثا أن يتعرف الطالب وأن تتعرف الطالبة على معاني آيات صورة الطالق رابعا أن يشير الطالب وأن تشير الطالبة إلى آيات صورة الطالق خامسا أن يتلو الطالب وأن تتلو الطالبة آيات صورة الطالق سادسا أن يحفظ الطالب وأن تحفظ الطالبة آيات صورة الطالق بعد أن استمعنا إلى الأهداف أيها الأبطال تعودنا قبل أن نبدأ في درسنا الجديد أحسنتم أن نراجع ونستذكر الدرس الماضي وسبق أن أخذنا في الدرس الماضي تلاوة الآيات من صورة الطالق من الآية أحسنتم الأولى وحتى الآية الرابعة من الآية الأولى وحتى الآية الرابعة وقبل أن نبدأ ذكرنا أن صورة الطالق صورة أحسنتم صورة مكية فصورة الطالق نوعها صورة مكية أحسنتم إذن دعونا نبدأ في تلاوة واستذكار الآيات السابقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ أحسنتم أيها الأبطال وبارك الله فيكم وبعد أن كررنا ورددنا واستذكرنا سويا الآيات السابقة ننتقل الآن أحسنتم ونستكمل درسنا الجديد لهذا اليوم والذي سيكون بإذن الله تعالى من الآية الخامسة وحتى الآية السابعة إذن سنقرأ بإذن الله في هذا اليوم صورة الطارق من الآية الخامسة وحتى الآية السابعة سأقرأ الآيات وَكَمَا عَوَّدْتُمُونِي أَيُّهَا الْأَبْطَالِ بِأَنْ تُكَرِّرُوا وَتُرَدِّدُوا مَعِي حتى نتقن ونحفظ هذه الآيات إذن دعونا نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقُ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقُ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالْتَرَائِبَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالْتَرَائِبَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالْتَرَائِبَ أحسنتم أيها الأبطال وبرك الله فيكم وبعد أن تلونا سويا هذه الآيات الآن سننتقل إلى النشاط الثاني سننتقل إلى النشاط الثاني ماذا يريد منا هذا النشاط؟ أحسنتم يريد منا أن نرسم دائرة حول اسم الصورة عندنا أيها الأبطال بطاقتان بطاقة الأولى والبطاقة الثانية البطاقة الأولى تقول صورة المعود والبطاقة الثانية تقول صورة الطارق ما هي البطاقة الصحيحة؟ الأولى أو الثانية؟ أحسنتم نعم البطاقة الصحيحة هي البطاقة الثانية هي البطاقة الثانية إذن نضع عليها دائرة إذن عرفنا الآن اسم الصورة انتهينا ننتقل إلى النشاط الثالث ونريد أيضا أن نرسم دائرة حول نوع صورة الطارق ماذا قلنا؟ نوع صورة الطارق مكية أو مدنية؟ الصحيح أحسنتم الصحيح البطاقة الأولى نوع صورة الطارق صورة مكية إذن نضع عليها دائرة إذن عرفنا نوع صورة الطارق وأنها صورة مكية أنها صورة مكية إذن نضع الدائرة على البطاقة الأولى على البطاقة الأولى انتهينا أيها الأبطال من هذا النشاط الآن دعونا ننتقل إلى النشاط الرابع والأخير معنا في هذا الدرس الآن في هذا النشاط ماذا يريد منا؟ يريد أن نصل بين العمود الأول هذا العمود الأول وما يناسبه من العمود الثاني وهذا العمود الثاني الآن نريد أن نصل الكلمات هنا في العمود الأول بما يناسبها في العمود الثاني في قوله سبحانه والطارق والسماء والطارق ما معنى والطارق أيها الأبطال؟ قلنا هو النجم الذي يطرق أحسنتم الذي يطرق ليلا أين البطاقة الصحيحة؟ الأولى أو الثانية؟ رائع أيها الأبطال الصحيح البطاقة الثانية إذن نصل كلمة الطارق مع البطاقة الثانية إذن معنى والطارق أي النجم الذي يطرق ليلا كلمة ليلا أما الكلمة الثانية الثاقب النجم الثاقب ماذا قلنا في الثاقب؟ يعني النجم أحسنتم المضي المتوهج المضي المتوهج إذن البطاقة الأولى هي البطاقة الصحيحة إذن نصلها مع البطاقة الأولى إذن هنا عرفنا أن الطارق معناها ليلا والثاقب معناها المضي معناها ماذا؟ أحسنتم المضي إذن أيها الأبطال أيها الرائعون والرائعات أشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة وقبل الختام إخواني وأخواتي أولياء الأمور هناك توصيات أريد منكم الاستماع إليها فأقول حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسر مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذي إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخر ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرسته لمواكبة المنهج واطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية إخواني وأخواتي أولياء الأمور شكرا لكم وشكرا لكم أنتم أيضا أيها الأبطال على هذه المشاركات الرائعة والجميلة وبإذن الله تعالى نلتقيكم على خير وأنتم في أتم صحة وعافية نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته